في هذا المقطع شرحت محاكشات بي اسفور لكن لاحظت أن التعليقات أو بعض التعليقات وجدت أن هذا الشرح كان سريع سريع جدا من راحة وحبة حبة علي أعلم عشان أفهمك كذا قررت أني أعيد الشرح بأسلوب أبسط وسرعة أقل لذا في هذا الفيديو راح أشارككم أبرز النقاط في صفحة التعليمات لتشغيل لعبة بلاد بورن أضف إلى ذلك التوضيح الموجود في أعلى الصفحة يوضح كالتالي وأخيرا أن لعبة بلاد بورن أصبحت قابلة للعب الكامل على البي سي الحين صار عندنا تأثيرات الدم على الملابس والأسلحة ودعم مفتوح للفريمات لتجربة سلسة أكثر المحاكي فعلا وصل لمستوى عالي جدا فهذه هي الخلاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم معنا في الجزء الثاني من شرح محاكي شيد بي اسفور في هذه الصفحة ذكر المطور بعض المعلومات عن أهم ثلاث ألعاب رئيسية أو تعتبر المشهورة على جهاز بلاي ستيشن فور ولهذه الألعاب وهي بلاد بورن والتي أصبحت قابلة للتشغيل على محاكي شيد بي اسفور مع تحسينات كبيرة في الأداء بعد إصلاحات أو تحديثات لكرت الشاشة الشخصيات تظهر بشكل واضح وهناك تحسينات في الاستقرار ولكنها قد تواجه بعض الأعطال على النسخة المعدلة أما بالنسبة إلى Red Dead Redemption Remaster والتي أصبحت تعمل على 60 فريم على المحاكي مع استقرار مقبول ومع ذلك قد تحدث بعض الأعطال البسيطة أثناء اللعب بالنسبة إلى لعبة Dark Souls Remaster والتي وضح هنا أنها تعمل بسلاسة على المحاكي مع ظهور بعض الأخطاء البسيطة في الرسومات ومع ذلك اللعبة مستقرة بشكل عام وقابلة للعب ونشوف الخطوات التي وضحها هنا في الأسفل فهو وضح ثمن نقاط مهمة في طريقة إعداد وتشغيل لعبة بلاد بورن لازم نسويها في القسم الأول وضح هنا شرح كيفية تثبيت النسخة الأصلية من بلاد بورن أو الأورجينال على الكمبيوتر باستخدام المحاكي مع تطبيق التعديلات الأساسية لتحسين أداء اللعبة وذكر هنا أن المحاكي لا زال في مراحله التجربية الأولى ولا يمكن ضمان التغافق المثالي مع الكمبيوتر بما يعني أنه ستواجه أعطال متكررة وأخطاء كبيرة أثناء اللعب حتى إذا كان المحاكي يعمل ولهذه المتطلبات أن يكون لديك جهاز PlayStation 4 بالجل بريك يعني مكسور الحماية حتى يمكنك من تحميل ملفات السيستم والتي هي من المتطلبات مع وجود ملاحظة هنا بأن الموقع أو هذا الدليل لا يحتوي على أي تعليمات في طريقة كسر حماية جهاز PlayStation 4 أو كيفية استخراج الألعاب من الجهاز بالإضافة إلى النقطة الثانية وضح المطور أنك تتأكد من توافق اسم اللعبة أو ID اللعبة كما في الشكل التالي CUSA مع باقي الأرقام بعد ذلك قام المطور بوضع متطلبات الرام والVRام ووضح أن الرام يعني رام الكمبيوتر في تسريبات كبيرة للذاكرة في المحاكي فالعطال قد تكون متكررة مما قد تواجه شاشة الموت أو شاشة زرقة وعشان تقل هذه المشاكل فالأفضل أنك ترفع حجم الرام بحيث أنه يكون الحد الأدنى 16 جيجا رام بالإضافة إلى تقليل البرامج الموجودة في الخلفية يعني تسوي لها إغلاق أو تعطي البرامج الخلفية أما الريكماندد أو الموصى به 32 جيجا بالإضافة قام المطور بتوضيح نقطة مهمة بأنه لو تم استهلاك الرام جرب تزود مجلد صفحة الترحيل أو بيج فايل بمعنى آخر عشان تعوض النقص قام المطور بوضع الصفحة بالدخول هنا بعد ذلك رح ننزل الأسفل سواء نوندوز 10 أو 11 فكلها بنفس الخطوات رح تكون والطريقة كالتالي كليك يمين على قائمة ويندوز ثم الذهاب إلى النظام أو سيستيم بعد ذلك الانتقال إلى إعدادات النظام المتقدمة أو Advanced System Sitting ثم إعدادات بعد ذلك خيارات متقدمة ثم الذاكرة الظاهرية أو الإفتراضية Virtual Memory ثم الضغط على تغيير بعد ذلك رح نشيل علامة الصح من هنا ثم ضغط على حجم مخصص وراح نضيف الحجم الأولي أو الحد الأدنى بالإضافة إلى الحد الأقصى طبعا الطريقة مثل ما تلاحظ أمامك في الصورة رح تكون بهذه الخيارات أو هذه التوزيعات هذه هي الخلاصة في طريقة معرفة الحجم بما أنه عندي الرام 32 جيجا فراح تجاهل هذه النقطة أما بالنسبة لك بعدما تسوي الإعدادات المهمة في حجم المخصص رح تضغط على كلمة تعيين بعد ذلك تقوم بإعادة تشغيل الجهاز حتى تتم تفعيل هذه النقطة الخلاصة أو الفكرة من هذه أنه كل ما كان عندك الرام أكبر كل ما احتجت إلى صفحات أو Page Files أكبر عشان يساعدك الجهاز في التعامل مع البرامج الثقيلة أو الألعاب هذه هي الفكرة من هذه النقطة أما النقطة الثانية التي تكلم فيها المطور وهي ذاكرة الفيرام طبعا مثل ما ذكر هنا بأنه في بعض المناطق في اللعبة إنها تتعطل خاصة لمن يملك كرت شاشة 8 جيجا رح تحدث هذه المشاكل لكن الموصب هي أن تكون الفيرام 12 جيجا كأقل تقدير يعني يكون حجم كرت الشاشة 12 جيجا فأعلى من الفيرام وذكر هنا ملاحظة أخرى في حال تصار لاقف اللعبة فمن الأفضل أن تقوم بالنظر إلى الأرض حتى يتم تقليل التحميل على الفيرام يعني من الأفضل أن الكاميرا أو تخلي الشخصية يكون توجيه الكاميرا إلى الأرض لا إلى الأعلى حتى يخف التحميل أو الحمل على الفيرام أما بالنسبة إلى كروتل AMD وضع نقطة هنا بأنها تواجه مشاكل أكثر لذا من الأفضل أنك تدخل إلى هذا الرابط ثم تحمل آخر التعريفات أو آخر المتطلبات الخاصة لكروتل AMD النقطة التالية أو الخطوة التالية وهي تحميل المحاكمة فبالمختصر بحسب كلام المطور هنا لازم يكون عندك حساب على القيت هوب وتسجيل دخولك بعد ذلك تقوم بتحميل النسخة المناسبة للنظام سواء Windows أو Mac OS أو Linux ووضح بأنه يفضل تحميل النسخة المستقرة من Diogolex 29 فراح نضغط هنا بعد ذلك راح نبحث حسب ما هو مطلوب هنا بينهم نفترض أنك تحمل نسخة BB Branch Build وهي النسخة المدمجة فراح نتجه إلى القيت هوب وراح نبحث عن النسخة المدمجة أو التي تم دمجها طبعا هنا في نسختين نحمل هذه النسخة الفرق بين هذه النسختين أو بين هذين التحديثين أن هذه النسخة فرع مخصص لإصدار كامل من المحاكي فهو يشمل على كافة التعديلات والتحسينات المطلوبة لتشغيل الألعاب بشكل كامل مع جميع الميزات الملافة أما هذه النسخة فهي في الغالب تكون مركزة على تحديثات أو تحسينات معينة لنسخ من الألعاب على Shade PS4 فهذه هي كل الخلاصة فراح ندخل إلى هذا المسار أو هذه الصفحة بعد ذلك ننزل للأسفل وراح نحمل نسخة الوندس كيوتي بعد ذلك حفظ باسم تحديد سطح المكتب أو أي مسار لديك ثم سيف بعد اكتمال عملية التحميل نزل الصفحة ثم كليك يمين استخراج ثم نقوم بفتح المجلد في حالة عدب تشغيل المحاكي أو أن المحاكي ما اشتغل معك فمن الأفضل أنك تقوم بتثبيت توزيعة الفيجوال C++ راح تدخل على هذا الرابط ثم تنزل للأسفل راح تحمل توزيعة الـ 64 بيت حسب ما هو مطلوب للمحاكي نزل الصفحة ونرجع نشغل المحاكي دبل كليك على المحاكي راح يظهر تمكن تضغط على مزيد ثم تشغيل على أي حال هذه الواجهة الأولية للمحاكي راح نضغط على استعراض أو browse ثم راح نسوي مجلد جديد كليك يمين جديد ثم نسمي هذا المجلد games بعد ذلك راح نضغط على المجلد أو تحديد هذا المجلد ثم select أو تحديد هذا المجلد ثم ok الآن أصبح المحاكي جاهز فلازم نجيب ملفات النظام راح نسوي إغلاق المحاكي وهذه هي الملفات النظام طريقة التركيب كالتالي راح ندخل إلى مجلد الـ user بعد ذلك الدخول إلى ملف النظام وراح نسحب هذه الملفات وإسقاط إلى داخل مجلد النظام لكن راح نعطيك ما هي الملفات بحسب ما هم موجود في هذه الصفحة أو صفحة التعليمات هنا معطيك هذه الملفات ثم قام بتوضيح بأن هذا الملف من الأفضل إزالته حاليا فراح نضيف الملفات المطلوبة بحسب ما هم موجود في هذه الصفحة هذه الملفات وهي المطلوب إضافتها صار عندنا أو أصبح عندنا سبع ملفات هذا الملف هو المطلوب إزالته طبعا فعليا تم الإزالة الآن راح نرجع إلى المحاكي نقوم بإغلاق هذه الصفحة ثم تشغيل المحاكي لإضافة الألعاب طريقة تثبيت أو تركيب الألعاب كالتالي تكون اللعبة كما في الشكل الواضح أمامك بالملف المضغوط وبعد فك الضغط راح تكون بصيغة البي كي جي هذه كل ما في الأمر يعني لازم تفك الضغط عن هذا الملف ثم بعد ذلك تقوم بإضافتها إلى داخل المحاكي راح ندخل إلى هذه الصفحة نحدد الملفان ثم سحب وإسقاط راح نضغط على أوكي الآن ستظهر نافذة تركيبة الإضافة نضغط على أوكي تظهر نافذة أخرى بأنه تم اكتشاف باتش فرح نضغط على نعم تم استخراج اللعبة بنجاح أوكي ظهرت اللعبة كما هو واضح أمامك الآن راح نسوي تجربة على المحاكي قبل أن نقوم بأي تعديل لكن راح نرجع إلى صفحة التعليمات نشوف هل فيه نقطة معينة في نفس صفحة التعليمات وضح الباتشات التي يوصى بتفعيلها طبعا من بعض الباتشات ذكر هنا إنه نفعل خيار تجاوز البداية أو سكيب أنترو بل إضافة إلى تعطيل أبريشن وكذلك دبلور مثل مواضح هنا يفضل تفعيل 60 فريم مع ديلتا تايم بالإضافة إلى تفعيل خيار الفي سينك حتى ما يصير فيه تمزق في الشاشة وما إلى ذلك أما بالنسبة لخيار تفعيل الفي سينك يقلل من تمزق الشاشة أثناء اللعب أما بالنسبة إلى خيار ريزولوشن باتش أو خيارات الدقة بشكل افتراضي اللعبة أساسا تعمل على دقة 1080 وتتوفر باتشات إضافية لهذه الدقة مثل التوكي وشاشات الألترا وايد أو العريضة ودقة 1280 على 900 لأجهزة ستيم ديك وللحصول على استقرار أكثر من الأفضل تفعيل باتش 720 وهو الموصى بها حاليا هذا الباتش حيث أنه يعطيك استقرار أكثر في اللعب بعد ذلك مشاكل وحلول راح ننتقل هذه الخطوة بعد ما نقوم بتجربة اللعبة فراح نقفل هذه الصفحات طبعا أول ما تشغل اللعبة بإمكانك تستخدم الكيبورد والماوس بشكل آلي وهذه كذلك ميزة جدا رهيبة كانت في المحاكي بالإضافة إلى يدي الكنترولر اتضح أن اللعبة تعطلت فراح نسوي لها السحب وإسقاط فعلا الملفات كانت مضروبة سابقة راح نعتبد هذه الملفات اختفاء الأصوات بسبب مودي 60 فريم وكذلك الفي سينك وصلت إلى بعض الإعدادات المهمة وإضافة أو تحديد بعض المودات اللي راح تكون مهمة أو رئيسية هذه المودات تركب على نسخة هذا المطور أول شي راح نحمل المود أو آخر مود قام بإضافته مثل ما ذكرنا فل بي بي وهي النسخة الأساسية ثم ننزل الأسفل ونحمل النسخة طيب الآن راح نفك الضغط على هذه النسخة اللي حملناها راح نضيف مودات مهمة جدا وهذه المودات هنا فيها تعزيز الأداء والرسومات فراح نضيف هذا الباتش طريقة الإضافة راح ندخل إلى مجلد اليوزر ثم الباتش ثم ندخل إلى الشيد ثم استبدال الآن نرجع للخلف ثم نرجع للمودات وهنا راح نضيف هذا المود ضروري بحيث أنه ما يستهلك الرام عندك طبعا فيه ثلاث أنواع للمودات بمعنى أوضح راح تجد ملف هنا مجهز هذا الملف فيه تعليمات عن هذه المودات الثلاثة بالنسبة لي راح ندخل على هذا الخيار ثم وضحنا لكم النقاط وهذه طبعا راح تجد الملفات هذه في صفحة الدسكورد فحياكم طبعا إضافتها راح يكون على مجلد اللعبة هذا هو الخيار لكن راح نسوي مجلد جديد هنا وراح نسميه Old File أو الملفات قديمة حيث أنك تسحب الملف هنا وضيف الملف الجديد هذه حتى إذا تعطلت اللعبة تقدر تسترجع الملفات السابقة بدل ما تسوي إزالة لنسخة اللعبة ثم نضيف اللعبة من أول جديد طيب النقطة الثانية راح أضيف هذه طبعا خلينا وضحها أنا أضفت صورة طبعا عشان تتضح للجميع المشكلة مثل هذه الصورة الآن تسير في تكسر أثناء اللعب ممكن تصير معك هذه المشكلة إذا ظهرت معك الحل بسيط إنك تضيف هذا المود في ملف البارت في داخل مجلد اللعبة طبعا هذا ملف البارت نسحب نسخة إلى داخل Old طبعا في ملفات متعددة فراح نضيفها هنا نرجع للخلف راح نسوي سحب ويسقاط ثم استبدال الآن نرجع للخلف إغلاق طبعا في عندنا نسخة ثانية تعزيز الأداء برضو في ملف تعليمات مثل ما هو واضح معك هذه هي تعليمات حاولتنا ألخصها بشكل كامل في حال هجوم الذيب عليك أو الوحش بشكل عام في البداية اللعبة وتتعطل معك اللعبة فراح نركب هذا المود مجلد الـ SFX طبعا هنا مجلد ملف واحد فراح نتجه إلى حسب التسلسل هذا الملف ننسخه كامل ونسوي له لسق داخل مجلد Old File رح نسوي سحب لهذا المجلد ثم استبدال هل نرجع للخلف ثم ملفات الـ SFX طبعا عندنا تقريبا 37 ملف وهنا عندنا كذلك 37 ملف فراح ننسخ المجلد كامل ثم نقوم بلسقه داخل مجلد Old File ثم Best بعد ذلك نقوم بنسخ هذا المجلد أو سحبه اسقاط بشكل مباشر ثم استبدال بهذا يكون حلة مشكلة هجوم الوحش في بداية اللعبة وتتعطل معك اللعبة نشغل الكيمين باتش هنغير الدقة من هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حسنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة